اهلا للبنات صباح الخير عليكم كي صبحتون ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة ووقتي يدخلكم هاد الفيديو انتم معا واللي اعتزز عليكم انا صعبة الحمد لله ما تنسوش حبيباتي تصليوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اولا حبيت نرحب كامل مشتركات الجدد اللي تحقوا بيها للقناة بقول لكم اهلا وسهلا نورتوني وشرفتوني ومرحبا بكم ومرحبا بكم ثاني المشاركات القدام والوفيات للقناة بقول لكم اهلا وسهلا بكم نورتوني كذلك وشرفتوني واللي ما زال ما تتحققش وما دارش ابوني وما بارتاجاتش نقول لكم موازموا لكم تستنوا يلا ديدي لي لايك وبقطع جي القناة واكيد الشاركي بالقناة حكا باش يوصلك يعني كل جديد اليوم حبيت نشارك معكم هاد الروتين البسيط والحيوي واللي خليكم تتحفزوا بإذن الله تعالى شوفوا وريد لكم انا دار شوية منا وشوية منا المهم لبنات هنا في تلمسان راها سخانة بزاف والله يلطف بينا والسلام اول حاجة بديتها لبنات بهذا كسانو حبيت كنت هديش حال ما قلبتش لمطاعرح بورتون انا ما نقعدش فيه بزاف راكم تعرفوا يعني ما يعني ما كاش يدخل عندي بزاف ولا يعني هما الحق ماشاء الله هاد المطاعرح نوعية رافعة ما يهودوش يعني ما يهودوش ما مسيكيتو قعدوا عليهم ما تحصوهمش كامل يهودو يعني من النوعية الجيدة ورغم من هذا خطرة على خطرة نقلبهم يعني ماشي كل يوم بس خطرة على خطرة نقلبهم هكا باش يعني يقعدوا في نفس التوازن التاحهم المهم سقت هاد السالون تاعي كيما قلت لكم حبيباتي حبيت نشارك معكم هاد الروتين كيما وعدتكم الختلفات بسكراني طولت عليكم مادرش معاكم الروتينات من هديش حال والله يا البنات راكم تعرفوا ديجا صخانة اللي راها والله بلا ما نحكي لكم منغلبنا خطر ماشي تعوقتها راكم تعرفوا لا قريب والله تحسوا بواحد الفشلة واحد الكاسل واحد الله يجي بالخير والسلام والله المهم انا عندي هاد الزجمتها راح قلبتهم كيما راكم تشوفوا راكم معايا في الفيديو حبيباتي نديلكم شوية تحفيز شوية عناشات هادية وما زال كعين فيديوهات جداد يعني تحتالب بعض الاخوات ان شاء الله هادوك بإذن الله يعني الايام القليلة المقبلة راح نبرتاجيها معاكم ان شاء الله يا ربي شوفوا البنات انا هادوك تابيات الصغار يعني كي نخصلهم ولا ما نحب لا نطويهم لن نروليهم هاكا ونخبيهم لاوالو نخليهم هاك داك مصرحين كي نشفوه نعملهم هاكا تحت المطارح ونخليهم باش يقعدوا قبضين لا فوق متاحهم يعني ما يتعوجوا لي ماوالو هاكده طريقة جيدة البنات دايما انا نديلهم كيما هاكا كيما شفتو البنات احنا سقطت هاد السالون تاعي هاكا بديت بيه يعني هو اللوال هاكده سقطته باش نتهنى منه باتتنساوليش لايك حبيبات يديروا لي جام وبرتاجيوا لعفيديو هاكا باش يوصل لعداد كبير ميناء المشاهدين هاكا بعد ما كملت السالون تاعي استادركنت عدائي كيما مسحتهم وصايا هاكا البنات وصنم جيت ماشيان داعي هاكا احنا شوفوه بعد ما شتوا هادك الفيديو تاقنتها في المولد معاكم يعني صورت لكم الوصفة كملت كم تعرفوا من المولد اللي احنا راها دنيا كملت بعد ما كملت هاود كشول جات في خاطرين البنات قاعدت كشول تكتك في قلبي جات في خاطرين ما تأمنوش قاعدت تضغط جيت انا هنا بديت نوجد في السوالة حنتحها قلت والله يلا درتها انا الحاجة اشوفوا البنات ما نكتبش عليكم الحاجة كي تكون في خاطرين زعما ما نحرمش روحي منها بكل صراحة حاجة جات في خاطرين نديرها والله العادة ما نحرمش روحي منها ولا نعقز عليها ولا يعني كون ما تديريش يعني الروحك انتية هاد سوالح ولا تقلش روحك يعني ما غديش مكاش لي غالي يجي ويفهمك واسم رف خاصك ولوكو حتى قاعدت قولي قدامهم رف خاطرين حاجة ولا ما غدينش يديروها لك ثم خسكي تشمر على دراعك وتقلش يروحك بروحك هذي هي حبيبتي يعني لما قلشتيش انتية روحك ولما حبيتيش روحك ما غاليش كالي يقلشك كما روحك انتية هذي هي اهنا كنت شريت غير انت على القوقا وكيما شفته البنات عنا القوقا نديرها بقشورة باش تجي هذيك البنات تزيد اكتر واكتر يعني هنا نشريه ونحمصه ونطحنه به بقشورة وهنا كانت عندي كمية عجل جلان ما شريتش كانت عندي فطار اه الله من يعفى بالك تكون حنصر طالها كدك مع لا باليش حل المهم انا الكمية هذي كامل يعني حمصتها وامصتها ووطحنتها باش ننخلطها مع القوقا اهنا ما كانش عندي لا لوز لا جرجاع لا ولو في الوصفالي فاتت كنت شاركتكم يعني قلت لكم هذك الجرجاع واللوز ولكن اختياري اهنا كان عندي القفرات ثاني هرمشته كماركم تشوفو غي هكا مت هرمشوش كامل سطحنه غي بيديكم وصاي وتاني البيسكوي تاني درت معها البيسكوي اختالفات درت معاكم تاع البيمو وهذه الخطرة درت شاركت معاكم بهات البيسكوي يعني شوفو اللي بيسكوي اللي يعجبكم انتو ما ولي تكونوا عارفينها بالليبنين استعملو هذي هي انا مانيش نشارك معاكم الوصفة بس كنت شاركتها معاكم غيراني نقول لكم ما استمدرت فيها هذي الخطرة هذي ما كان المهم اللي بنات طحنتهم كي ما حقا هذي هي وجدت لها سوالحة وبديت يعني والزبدة كنت تعرفوا المهم بلا معنا اهنايا بعد ما درت كامل المكونات وهذي دوبت الزبدة وبديت نخلط وندير في الخطرة حتى اه تحصلت على تقنطت على الفارينة اللي اه كي ما نقول لكم بالنسبة لي انا عشق لا ينتهي نحبها بزاف بزاف البنات البنينا مانيش عارفها نحبها كتر من تاع السميد بكل صراحة نحبها يعني اه كتر من تاع السميد شوفوا البنات هنا الكمية اللي تحنطها كل شي لا بس بيها بعد بقيت ندير بشوية بشوية بعد ما كملت وتحصلت على القاوم اللي كنت حبتها انا اه يعني شاطط لي هذيك الفارينة مع البيسكوية مع القاو قاو هذي كفاش درتها البنات درتها في بورت مونجي وخبيتها اه ان شاء الله بلوتاق كي تكمل هذي ولا بلوتاق زع ما عود نتوحشها وشي في خاطرين نشبدها ونلغي على حسابها ونخدمها ونأكلها هذي هي البنات كي ما راكم تشوفوا هنا خلط اه بمليح مليح يعني حتى كامل هذيك الخليط دخل في الزبدة نتاعي اه ونتحصلوا على هذي الطمينة الرائعة اللي نقولكم شاهدكم في الجنة ان شاء الله القاوم هذي هو اللي حبيته اه جات بنينة 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 بزاف وعلى وانا البنات تقنتين بغين يعني نبغين نشرب معها قهوة بس قهوة نقدر كي ما نقولو احنا من كتر لها ش السكر بس كل طمينة عاكم تعرفوا حلوة في القهوة نقدر ما نديرش السكر يعني نخليها مرة جي كيف كيف نشرب قهوة مرة معها تقنتها جي ابنينا بزاف شاهدكم في الجنة ان شاء الله انا كانوا عندي شوية على المعان حبيت نخصلهم اه بصراحة انا مقولش نبغين يعني كل المعان دي الروتين نخصل معاكم المعان واحد الاخت دخلت عندي الانستغرام قلت لي اقسم بي لكن شوفك تغسلي المعان نتحفز قلت لي ماشي غينتية قلت لي حتى كنكون فضار قلت لي ماما كي تكون تخصل المعان نشوف فيها كتكون تخصل قلت لي كشغل تغيرني وتأنا نعاقد نخصل غدوة او لا انا قلت لي معليش كل ما تدرينا روتين ديوريناك كتو غسلي المعان قلت لي قاعد روتينات لي غسلوا المعان يعجبوني فرا نقول لك حبيبتي هرا نشاركس معاكم راني نخصل المعان با هنا ما شاركش معاكم قاع خصلتم باليزي سقول شي اسما غير راني نشلل فيهم هكذا باش ما يجيش الفيديو حبيباتي طويل وموامل ان شاء الله يعجبوكم روتيناتي ونكون خفيفة وضريفة على قلبكم هكذا وتشجعوني حبيباتي بس كو بتشجي عمساكم انا نطلع باذن الله تعالى ولا البنات يعني هما المعنى ما يكملوش تحطي وتعودية الجبنة وتعودية تحطي هادي هي وهنا البنات بعد ما نقيت البوتاجي تاعي شللتهم ساحة البوتاجي خليتها نضيف ما شاء الله حاقدة تكونوا متهنيين معدكم حتى حاجة محتوطة ومسخة هنا كانت علي تاع السكر كملت لي يعني كان باقي فيها شوية زي تعمرتها باش نسيبها وواجدها للقهوة انتع لاشية ان شاء الله يعني دايما هاكا خستكم توجدوا سويل حاتكم يعني يكونوا واجدين مشي حتى تحطوه ولا حتى تبقعدو وتفكروا بلي هذيك الحاجة ما كايناش ولا يعني خست اي حاجات تكون مرتبة في بلاستها باش انتوما تسبو ريس عنكم من بعدها مباشرة سن مشيت مشيت للتاقم تاع الشامق تاعي كانت شوية فيها الغبرارة كنت عارفوا الليامات هنا في تلمسان كان فات واحد الريح وما زال كاين من الريح يعني كل في الليل ولا يكوننا ينود الريح الغبرارة كم تعرفوا البنات التيقهما اول حاجة يتعرضوا للغبر فمسحتهم تاني غيب هذيك البرودويل انتع امير لمتعدد الاستعمالات هايل بزاف ما شاء الله ومام الريحة انتع بزاف بزاف هايلة انا را عندي هذيك البرودويل زرق وكل شي بصح كي شغل كي جربت امير من هذي شحال وكي شغل في الزج يرجعه يبرية ما شاء الله يعني متعدد الاستعمالات تقدروا تمسحو به كامل يعني تعال الزجة تمتع تيقلي ميغواغ اللي عندكم في الدار اي حاجة مامسي الخشب كي تمسحوه يخرجها على ماء ما دارينا شغل الزج دارينا كل شي تمسحو به كامل الاسطح هادي هي البنات وهنا ثاني الشامبرة التاعي فوت عليها حقا شوية لما دعلي كاد فيهم الغبراء ثاني درت لهم هذي البرودويل وراني نبسح فيهم وراني نبسح فيهم وراني البنات وهذا هو الروتين انتعي معكم اليوم اه الى عجبكم حبيباتي ولو وصلتوا لهذه النقطة نقول لكم شكرا 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 جزيلا اه على التتبع تاكم لي نقول لكم مرحبا بكم دايما وما تنساولش جامعكا باش الفيديو هذا يوصل للعدد كبير من المشاهدين بإذن الله تعالى واي واحد خلال بصمة تاعة حلوة ولا كومنتا حلوة نقول لك جزاك الله خير وشكرا جزيلا اكيد اكيد كل حاجة تهدروها ولا كل كلمة تقولواها حلوة راح تكون في ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى ودروك مبقى لغا نقول لكم مع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله